السلام عليكم اخوتي اهلا ومراحبا بكم مطبخ وصفات للا فاطيما اليوم ان شاء الله في فيديو جديد انحضر معكم ان شاء الله وصفة اللي سهلة وسريعة وفي نفس اللحظة المكونات ديالها في صعبين اقتصاديين وتغيض غياء كي سوجد قبل ما امدوا الفيديو كما العادة منسوش دعموا نوراك ديالكم باش تجعوني بالجائما ان شاء الله اجيب لكم وصفات اللي يكونوا جداد وحصريا كذلك تقول مرة كتشوفوني فمنسوش تركوا في القناة فالوزارة سباش دايما توصلوا جيد ديالي ودبنا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة تحضير واذا لاحطوا معايا بالنسبة للمكونات غا نحتاجوا هنا يلتفاح بالنسبة لتفاح يمكن لكم تستعملوا اي تفاح كتتوفروا عليه في المنزل يعني سواء تفاح يكون حمار او لا صفار كيف ما كان غير هو ما الافضل تستعملوا كي يوحد تفاح ليكون حلو وبنين بي احتر وصفة ديالكم اللي كتحضروها كتجيكم زوينة المهم انا احتاجت هنا ثلاثة ديال لحبة ديال تفاح وهاد الوصفة هدي لابغيتوا كي يديروا غير نصف المقادير فممكن يعني لابغيتوا كي ما تحصلوش علي كمية كتيرة ديروا غير نصف المقادير ديال المكونات اللي غا نوريكم انا لاحطوا معايا فاش ديال تفاح ديالي فرغت عليه الماء وكنضيف له واحد جوج مع الاقبار ديال الخل وكنحاولها كي ينحكم زيان باليد ديالي باشا كي يتفاح ديالنا كي يول ينقي حيث تفاح غا نستعملوه في الوصفة بالقشر ديالي ودك شيا لاش داروري القشر ديالي يكون مع الضف مزيان كي ما معروف بالنسبة للخل فكي يساعد بزاف على تنظيف ديال الفواكه بالخصوص صراحة انا الفواكه دائما كنخصلهم بالماء والخل باش اكي يكن تأكد بانهم ولا ونقيا خصوصا كي يكونوا هكيا راشين فيهم بزاف ديال الموبيدات الموهم هنا يتفاح ديالي ولا نقي كي يشعل مباشرة غا ندوز نقطعوه كي في النصف ومن بعد كنحيد له ذاك ذاك الزريعة اللي كتكون فيه الداخل واحتى ذاك الجزء اللي كي يكون قابس الموهم كنشوفو احتى التفاح ديالنا لكان مسوس كالنقيوه الموهم ما علينا هنا يا غا نقي التفاح ديالي كامل وبالنسبة للكيميا بالقرام فتقريبا عندي هنا يا واحد نصف كيلو ما كامل شديل التفاح الموهم توبا ديروا هكاية ثلاثة ديالي حبات يكونوا كبيرين شي شوية متوسطين ديروهم لكن عنكم يعني بغيتوا ديروا هكاية غير نصف المقادير ديروا غير حبة ونصف ديال التفاح فهما كافيا ما رحتوا معاهم بعد ما نقي التفاح ديالي مباشرة غا ندوزو ان شاء الله نقطعوه طريفات صغيرين بالنسبة للسمك ديال التفاح بغيتوا كي يقطعوه طريفات اللي يكونوا رقاقين بزاف كتار مني او لا خليوا هكاية غليلت غليلت يعني شي شوية دك الشي كي بقى اختياري وعلى حسب الرغبة ديالكم منو مهم هنا نقطع هذا اللي عندي صفار غنقطعوه كامل وغنقطع حتى التفاح اللي عندي حمار كي ما قد لكم فانا خلط ما بين تفاح الخضار والحمار كي جي صراحة واحد اللي يزوين بزاف حي تحت المعداق ديالهم مختلف على بعض يعني كيكون اكيدك تفاح اللي كيكون صفيفاره في هاد النقيقات كيكون شوية حميمض يعني ما كيكونش كيكونش بحال هادا كيكون في واحد النسمة مختلفة دك الحمار انتوما كي ما قلت لكم يمكن لكم اي تفاح تديروا بهاد الوصفة هدي نا اللا حتى معي كي نشدك واحد نص حمدة ما كاملاش ويمكن اصر منها غير واحد شوية فوق هادا هاتفح هادا باشا كي يتفاح ما كيت اكسرش وكيبقى في اللون ديالو ما تكتروش الحمار كتار من القياس باشا كي ما يحمض لكم ش هاتفح هادا يعني كيضيفوه كي تقريبا غير واحد مرعقة كبيرة ونصف الهادفح باش ما كيت اكسرش كي ما قلت لكم غد لقيتها هدي غا نحتاجو لهاد البيسكوي هادا انا درت هادا انتم ما يمكن لكم تديرو اي نوع ديال البيسكوي تسفضله كيف ما بغيتو ديروه ديروه المهم يكون اكي اشي بسكوي كي يعجبكم انا درت غير هادا ما كيكونش حلو بزاف مباشرة ان شاء الله غا ندوزو نحضر الوصفة ديالنا كنوضع هاد الكمية ديالتفح اللي عندي كاملة في القالب ومن بعد مباشرة غنضوزو نضيفو ذاك البيسكوي اللي حليت معاكم هنضيرو هنا يا غرف الطريف بشكايا من بعد غن غن حاولك ينهرسو طريفات صغيرين بشكايا ما كيجيش باين بزاف المهم غير تبدو معنا ان شاء الله وغنشرح لكم علاش خاصنا نهرسو البيسكوي ديالنا طريفات صغيرين المهم بالنسبة لهاد البيسكوي هادا فانا درت غير علبة واحدة يعني درت علبة واحدة اللي وريسكم يعني مازج كمية واحدة اخرى حيث مخصوش جيكي البيسكوي غلا ديزة فالوصفة اقصد جيكي فيها غير بيصير كتير بشكيكي تجي بخيش المهم بالنسبة لهاد البيسكوي هادا فالدور ديالو هو انه كيمتص هاد السوائل اللي كيطلقهم تفاح ولا اي حاجة يعني اي سوائل طلقونا فهاد القالب كيمتصهم ذاك البيسكوي وكيجير طبيعي لا داعي انا ننفزقو ذاك البيسكوي تكشير لاش هرسناه هرسناه باش اكيه كيتوزع في القالب كامل مهم غير تتبع معي ان شاء الله وغير تفهمو او لاش كان هضار انا اللحتو معي فغير نحتاجو كدلك جوج حبات ديال الموز وبالنصف لهاد الوصفة هدي يمكن لكم ديرو غير تفح بوحده يعني ماشي ضروري تديرو اكيه الموز ولك اللي توفر عنكم اكيه شي نوع ديال دي صير غير تفح فهي ممكن لكم زيدو غير هو ما زيدوش عفوا ما زيدوش الشي نوع ديال ديصير ليكون كيطلق السوائل بزاف حل مثلا العينب ما يصلحش تديروه في الوكاية الديصير لي كيكون ما كيطلقش للمبزاف هني هادرت غير واحد الكاس ديال الرمان بما انه هدا هو الموزيم ديال الرمان فاقلت نستغل وكياه في الوصفات دارت كيما قلت لكم غير تفح وجوج بنانات واحد الكاس ديال الرمان وبالنسبة الرمان فما كترش منه جزاف حتى ورا كيطلق السوائل ده تغير كاس ما تديروش العينب حتى العينب كيطلق السوائل كتار من القياس بالنسبة العينب والليمون ما تديروه مش من الافضل ديروه دائما الفواكه اللي ما كيطلقوش السوائل اضحتو معايا فحر ركس باش اكي يديك البيسكوي كيضور في القلب كامل وكيمتص ديال السوائل اللي كيطلقهم الديسير لاخر يعني كيطلق غير واحد كمية قليلة كيمتص هادك البيسكوي وكيشربها وكيجي يعني من السم بالسوائل ديال ديال ديسير المهم اتوا لانه ياشا الله تكونوا فهمتوني informs سونا نضيف 5 ديال الحليب ٥٥٠ ميلتر ٥STلي وسمعالق كبار ديال سكر سنده ٥٥ warnings مخلط يا اضع كذلك ال graduation expos 1969 سوان بالضيف waktu 10 ميداق لكم نحرق مزيان ونضيف واحد العلبة الديال الياغورت او الازبادي من التكهة الانيم التلقم ديرو acids المهم نواقن مثل ان هذا الفيوز Plus 110 جرام نضع الخاليط على النار وستمر في التحريك لا توقف عن التحريك بتاتم لكي لا تكتن الخاليط كنت سينغير حتى يعقد واحد شوية يعني ما نخليه حتى يعقد بزاف كتار من القياس بهذا الشكل هذا ومبعد مباشرة كنفرغو في المول بشكية كي هبط كامل ما بي الجوانب ديال تفاح والبانان يعني كي يجي داك الكريمة تجي مغلغة لداخل كنفرغو في التحليه المهم كنحاول كي ندير واحد ريس باسا كي يعد السكين باش كي الكريمة كتدخل ما بين داك تفاح والبانان والبيسكوية يعني كي يجي داك الخاليط اللي درنا في الاول كي يجي كامل مقيوص بالكريمة المهم خليتها تحتها بردت تقريبا واحد جسوية في تلاجة غير لتحت تتماسكت كنزينها كي غير بواحد ضعنيت شوكولات بما ان الوصفة بسيطة حبيت كي ندير لتزيل اللي بسيط كندير در واحد شوية ديال شوكولات اللي عندي مبشر وكنقدموها صراحة بالنسبة لها التحلية هادي فكتجي رائع جدا كتجي الليدة بزاف كتجي متماسكة وكريمية وبني كنهزوها كي نميل عاقة وكنتناولوها كنحسوها كي يبكي الفواكه في التحلية الداخل التفاح البانان الرمان صراحة كتجي واحد تحلية اللي منعشة وفخيش بني كتتاكلوها كنتمنى ان شاء الله جربوتنا الاعجاب ديالكم وانا اكيدة اكيدة ان شاء الله اللي جربتوها فغاس عجبكم بزاف لحقاش